أيها الأحباب في زحمة الحياة وفي اضطرابها انتشر الهم وانتشر الغم وانتشر الضيق وانتشر الضجر التقى المخلوق بالمخلوق فما زاد بعضنا بعضاً إلا من رحم الله إلا همًّا وضيقًا وكمدى لما نسي المخلوق خالقه وصار يتلذَّذ بالخلوة مع المخلوقين وسماع أخبار الدنيا الفانية والحديث عن زينتها وبهرجها لما انشغل البعض عن لقاء الله والخلوة بالله والانكسار بين يدي الله ودمع العين بين يديه والاختفاء عن عيون الخلق ليخلو المخلوق بخالقه عاش البعض في هم وحزن الإنسان معاشر الأحباب في الدنيا دار الأكدار والتي طبعت على كدر وحزن والله لا يأنس والله لا تذهب وحشته والله لا تزال عنه عبرته والله لا تزين وتطيب حياته حتى يعرف الطريق الموصل له للخلوة بربه ولذلك أسعد الخلق على الإطلاق أولئك الذين إن خلعوا من دنياهم ساعات من ليل أو نهار طلَّقوا الدنيا طلاقاً رجعياً وليس بائناً تركوا المخلوق وخلطة المخلوق فعاشوا في جنان المناجة وفي جنان الدعاء وفي جنان الدمعات الغاليات التي حرَّم الله بها تلك العيون الباكية عن النار حبيبكم عليه الصلاة والسلام أول عبادة تقرَّب إلى الله بها قبل بعتته قبل أن يصطفيه الله جل وعلا ليكون سيِّد ولد آدم قبل أن يتنزَّل عليه الوحي قبل أن يحمل الرسالة قبل أن ينبَّأ بإقرأ ويرسل بالمدَّثِّر عليه الصلاة والسلام حُبِّب إليه الخلوة عن الخلق فكان في غار حراء له أسرار وله وقفات ومع تلك الوقفات تجليات كانت روحه تعرج وعينه تنظر في سحب السماء وتنظر إلى قمم الجبال فيسبِّح القلب قبل اللسان ويسجُد قبله قلبه قبل أن يسجُد جنانه عليه الصلاة والسلام وكانت تلك الساعات في غار حراء لها دورٌ وأثرٌ في السمو الروحي الذي عاشه خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام كان يخلو بتعظيم ربه كان ينظر في صفحة الكون ويقلِّب صفحات الكون فما يزيده التفكُّر إلا عبرة وما تزيد العبرة إلا عبرة وإذا خرجت العبرة بعد أن نظر العبد عبرةً وتفكُّرًا في صفحات الكون لابُدَّ أن يُخبِت وأن يُنيب ويعيش في لذَّه لأنه خلا بربه ذي المنَّة جل وعلا عندما أتحدَّث أحبابي عن نفحة من نفحات الإيمان للعبد في الحياة يوم أن يخلو بربه لأننا في زمن أحبابي كثُرت خلطة الخلق وصار بعضنا يجلس على طيلة الأسابيع كل ليلة في استراحة في مقهى في شاليه في طريق في مخطط في حديقة يبحث عن الخلق من يُخفِّف لوعته ومن يبحث له عن أطايب الحديث لكي يأمس أما وربي لو أن الوقت الذي نقضيه في أواخر الليل غالبًا مع الأصدقاء ومع الخلان نقضيه مع رب الأرباب في جوف ليلٍ لا يراك فيه أحد إذا أرخى الليل سُدولة كنت خلف الظلمات وفي زاويةٍ قصيةٍ لا يراك أحد وتُناجي العظيم الجليل الرقيب الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن جل وعلا تُناجيه وتُخاطبه وتَبْتَهِلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وتَعْتَرِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِذَنْبِكِ وتَخْرُجُ الدَّمْعَةِ اللي هي أغلى ما يملك العبد في الحياة عيناني لا تمسهم النار عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ باتت تحرس في سبيل الله الدمعة في الخلوة مع الله تُساوي لذائد الدنيا كلها سبعةٌ يُضِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا أُلاحظ قيد خالياً وصفة خالياً لا ينتظر من أحدٍ من الخلق أن يُثني على دمعته ولا أن يُثني على طول سجوده ولا ينتظر من الخلق أن يمدحوه ولا يخذل الصورة من بعد ولا أن يُثنوا عليه في المجالس فلانٌ عابد فلانٌ تقي فلان صاحب قيام ليل فلان صاحب صيام النهار لا ينتظر من الخلق يختفي عن الخلق ليخلو له طريقه إلى رب الخلق جل وعلا رجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه أحبابي الخلوة بالله معناها أن يفهم العبد أن الذي خلقه واحد وحتى يكون واحداً لهذا الواحد جل وعلا وحتى يُخلِص له العبادة لا بد أن يكون معه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون التقوى تقوى والخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل ومع الذين أحسنوا والإحسان هو الإتقان والمراقبة وهي أعلى مراتب الدين إسلامٌ فإيمانٌ فإحسان الله مع أولئك الذين يعبدونه كأنه يراهم أو كأنهم هم يرونه منزلتين عظيمتين في المراقبة هؤلاء ما يهمهم الخلق ولو اجتمعوا في عدائهم هؤلاء الذين مع الله لو تخلى عنهم الخلق عن بكرة أبيهم والله لا يستوحشون لو ساروا في الطريق إلى الله وتلفتوا يمنةً ويسرى وما وجدوا معهم أحد والناس يقول يمطوع يا خبل الناس يبنون الناس يتزوجون الناس يعمرون والناس يدرسون ويتوظفون وهو عنده وظيفة وعنده رزق وعنده زوجة لكن شغفه وحبه وشوقه إلى الله قطع الشوق إلى ما سواه قطع الشوق عما سواه وهؤلاء المخبتين المنيبين المستجيبين المنكسرين هؤلاء مع الله والله معهم ولذلك تجد في وجوههم نور في قلوبهم طمأنينة في صدورهم جنة إي والله جنة لا يعرفون طريق الاكتئاب ولا الوحشة ولا الضيق ولا يخافون مطمئنين بقربهم من الله الخلوة مع الله أن تكون قريباً منه أن تتحين الساعات الذي تخلو فيها عن الخلق أحبابي يا معاشر الموظفين تسع ساعات وأنت في الوظيفة ثمان ساعات وأنت في الوظيفة بعضنا ثنى عشر ساعة ويعمل وظيفة شفتات ليل نهار ولا يخلو مع ربه ولا يخلو حتى مع نفسه لحسابها متى تطمئن؟ متى ترتاح؟ متى ترتاح؟ ولذلك إذا رأيت الاكتئاب يعلو بعض الوجوه والحزن في تلك العيون وتلك الصدور في وحشة خايف من بكرة وخايف من أمس ومضيع اليوم ومسكين ما عرف الله لذلك أحبابي الخلوة مع الله أن يكون لك أيها العبد كل يوم كل ليلة بل نحن نخلو مع الله عندما نصلي جماعة عندما تصلي جماعة لا أن تصلي بجوار سريرك وسرير زوجك إنما تصلي جماعة أنت تخلو بربك لكن هناك سويعات ودقائق إذا خلوت بالله كما قال العباد من عرف الله أولئك الأخيار الأكياس أولئك الذين عارفوا الحكمة من خلقهم يقولون إن القلب يمر عليه ساعات يرقص فرحا كأنما يعيش في الجنان حتى قال بعض العارفين لا أدري هل أهل الجنة إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه يقول عن نفسه فيما نحن فيه من نعيم إنهم لفي حياة سعيدة عرفوا الله فكأنهم عجلت لهم الجنة كأنما هم والله يرون حورها ودورها وقصورها وأنهارها عاشوا جنة قبل الجنة إنها جنة الخلوة بالله ومع الله ويوم أن حفظوه حفظهم لذلك أحبابي قبل أن أدخل إلى بعض 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 ما يعينك على الوصول للخلوة مع الله أقول يا من شغل بدنيا متى ستتوقف أنت ستخلو أنت ستخلو بعملك وإذا توقف عداد حياتك وخرجت روحك ستدخل في الجدث وفي الحفرة وفي الكهف المظلم وهناك تصيح فضيحت الدنيا الآن يريد أن يعود لماذا ليخلو بربه يريد العمل الصالح فيقال كلا وإن كان من أهل النار قيل اخسأوا فيها ولا تكلموا نعوذ بالله تدرون أحبابي شوقهم وأمنياتهم يتمنون يرجعون للدنيا حتى يجعلوا الدنيا راحلة للآخرة ليخلوا بالله والعجيب أحبابي نحن نغفل عن الله وكل ما نريده بيده أمر عجيب نحن نترك الخلوة نترك الخلوة والوقوف بين يدي الله كسأذكر في بعض مواضنها ومواضعها ونسأل الخلق يسلفونا ويزوجونا ويعطونا ويوظفونا ويعالجوننا ويسعدوننا ويرحموننا مع أن هذا كله ليس في يد المخلوق بل هو في يد الله فلما لم نخلو به سلط الله علينا الدنيا وجعل الفقر لبعض عباد الله بين عينيه بعض عباد الله فقير ليس جيبها الفقير بل القلب فقير النفس فقيرة تعلقت بالدنيا أو تعلقت بالخلق وغابت عن الخالق ونسيت الآخرة فعاش المخلوق في هم وفي ضيق ووالله الذي لا يحلف إلا به إن وحشة صدورنا لا يزيلها وشعة النفوس لا يلمه كما قال شيخ الإسلامي وتلميذه إلا التعبد والخلوة برب الأرباب والله إن الهم اللي نشعر به الحزن الضيق العبره اللي تخنق بعضنا الخوف من غد والخوف من الموت السلف الصالح لماذا أحب أحدهم الموت أحد ما يحب كلنا نحب الحياة ونتمنى طول العمر على الطاعة حتى أبو تسعين سنة نقول لها الله يطول عمرك يبقى فلان على الطاعة وهو يقول آمين يبقى تسعين ثانية مع أنه لو عاش تسعين مع التسعين خرف ورد إلى أرض للعمر ونسي حتى اسمه الثلاث هو ما يعلم منه بس ما يريد الموت لا حرج أفضلنا خيركم من طال عمره كما قال الحبيب وحسن عمله لكن في النهاية الموت ستلقى الله والله لتلاقون الله أما لقاؤك لله فإنه يقين ومن اعتقد أنه لن يلاق الله كفر لأنه يجحد بأصل من أصول الدين أسألكم بالله أحبابي لو أن ملك الموت قام على المنصة فقال من منكم يحب لقاء الله ومستعد للقاء الله ومستعد لأن يناقش الحساب فليقم إني قابضه ولا واحد منه والله من نمستعد والله لو نحدث من اليوم لبكرة عن اليوم الآخر والله نباقي لنا نريد أن نتوب نريد أن نستعتب نريد أن نرد الحقوق نريد أن نعصر العين نريد أن نأخذ عمره بعضنا في مكة وله شهر ما أخذ عمره ما أخذ عمره وهي بينه وبينه ونريد أن نرد المظالم ونريد أن نصل الرحم ونريد أن نريد ونريد ونريد الله أكبر جاهز ورجل من بني إسرائيل عندما قال له ملك الموت إني قابض وقبله ملك من ملوك بني إسرائيل قال إني قابض قال أستعتب أتوب أسجد أنزل من فرسي ما أمهله فسقط بين قوائم فرسه فذهب للعابد فقال أقبضك إني قابض قال مرحبا بغائب طال انتظاره والله ما استعد فواتير الجنة مسددة والشوق إلى الله اللي يجعل الإنسان منا يستعد للقاء الله أنه يخلو بالله ومن خلى بالله في صلاة في سجدات في جوف الليل في انتظار الصلاة بعد الصلاة سأذكرها في الاعتكاف في غيرها في جوف الليل هذا الذي يكتر الخلوة بالله ويناجي الله ويقر بذنبهم أمام الله هذا يكون يحب لقاءه فإن العبد الغائب عن سيده الواحد احبابي الابن إذا أخطأ وهرب من أبيه ثم وجده أبوه ما واقعه وقد أخطأ والآن وقع في يد أبيه ووالده قد يؤدبه يكون خائف يكون خائر يخشى ألا يصفح عنه لكن اللي دائما أمام عيني أبيه ولبيك لبيك وآمر الله طول عمرك ويفداك المال والحلال وخذ من مالي ومن وقتي يقوله لأمه أو لأبيه هذا إذا دخل على أبيه يدور عذر أنا توني عنده مستعد فرحان هو راضي من كثرة ما عرضت نفسك وكنت تحت قدميه وتعرض خدماتك وكل يوم في خدمته ما يحتاج تعتذر أنت معه دائم أنت ما هو يأنس ببرك لله المثل الأعلى عبد يتلذذ أن يقف بين يدي الله ليخلو بالله لا أقول الصلوات المكتوبة لكن صلوات النوافل قيام الليل بعضنا بعد رمضان الله يحسن عزاه في قيام الليل بعضنا يعتقد أن التراويح والقيام هي خاصة برمضان هي رمضان فقط نموذج لما يجب عليها أن يكون العبد طيلة العام قيام الليل كل العام الصيام كل العام وغيرها والصلاة كل العام تلاوة القرآن كل العام لكن كان رمضان يعطينا نموذج أعود إلى العبد التقي الخفي النقي الذي يخلو بربه هذا العبد دائما أحبابي تجده من أهل الآخرة ما تلاحظون بعضنا عبد لدنياه وبعضنا عبد للأخراه ما صفات عبد الآخرة العبد الآخرة سمح ما يبحث عنه إذا جته الدنيا فتح الباب ويفتح الباب الخلفي إذا دخلت من هنا أخرجها من هناك ولا تدخل قلبه ويعفو عن من ظلمه ويزور كل الناس ويبتسم في وجوه كل الناس ويحمد الله على ماذا أن نحمد الله على الرز والطعام والمفطح ونحن نضعف الزبائل هو يحمد الله على أعظم نعمة أعظم نعمة عند العبد المؤمن التقي أن الله اختصه لأن يكون عبداً بين يديه أن الله هدى للإسلام وما هدى غيره ما هدى غيره من غيره من الملايين التي ما أسلمت وأن الله اصطفاه بالعقيدة الصحيحة وغيره يطوف بقبر ويحلف بنبي ويحلف بأمانته وهذا عبد مخبت موحد أعظم النعم للمخبتين المتقين أنهم يقربون إلى الله عبر طريق شرعي يرتضيه جل وعلا وقبل أن أنتقل أن أنتقل إلى مواطن المواطن التي ينبغي أن تخصص للخلوة مع الله في حياتك اعلم أن خلطة الناس وكثرة معافسة الضيع والأبناء والنساء والإنهماك في الدنيا سبب لنا أمراض وهالأمراض ما يُخذ علاجها من الصيدليات ولا تحتاج إلى مبضع جراح تحتاج أنت أن ترتب الأولويات وأن تسأل نفسك أنا فوق الأرض لماذا صدقون أحباب بعض الناس ناسي أنه خلق للعبادة ولذلك كم أعطيت الله في هذا اليوم الثلثاء كم أعطيت الله من العشرين الساعة الماضية أو ثمانطاعشر الساعة الماضية كم لله ولله الحمد علي وعليكم أن هذه الساعة كلها لله بفضل الله وكرمه من المغرب للعشرين لله وما جلسنا إلا في رجائه وخوفه نخاف منه ونرجوه ونحبه ولعل هذه الأركان توصلنا إلى جنته اللهم بغير حساب ولا سابق عذاب اعتق رقاب الحاضرين والناظرين يا رب عن النار إنها الخلوة بالله لكن ما الذي سببه عدم الخلوة بالله وكثرنا الخلطة مع المخلوقين وشبه هنا وقهوة هنا واتصال هنا واتساب هنا وتويتر هنا يا أخي خفف الخلوة حتى بعضنا ما يخلو مع أمه ومع أبيه انشغل بأصدقائه وخلانه والنكت والفيسات والمقاطع ومواقع ودبلي ودبلي ودخل فيما يا أخي وقف الله يجزاك خير أشغلت نفسك أحرقت عمرك أهديت أغلى أيامك لمن لا ينفعك انشغالك بهم ولذلك من أكبر ما سببه الانشغال وعدم الخلوة بالله الوحشة وكل واحد مننا عنده نصيبة من الوحشة في صدره ما تلاحظ أن في ضيق يأتي بعضنا ويزفر ولا يخرج من صيقه شيء ما تلاحظ أن البعض مننا من وحشته أنه يكتئب الحزن غير المبرر الحزن الغير مبرر مر على الجميع ليه ضائق صدرك المرة تقول لزوجها يا أخي شفيك ما فيني شيئة بنت الحلال خلاص والله صادق ترى ما في شيء فيه الوحشة فيه قلة ذكر الله فيه قلة الخلوة مع الله فيه أن عين ما بكت من زمان والغعين إذا دمعت لان القلب وطابت الحياة وجنة المناجاة لذلك من الأمراض التي سببتها عدم الخلوة بالله الوحشة الثاني الغفلة لسيان الآخرة أحبابي ترى بعضنا الآن يغبط بعضا أن هذا الشيخ هذا ماك لا يسلمت عليه لا ما سلمت قال سلم هذا عنده عمارتين في العزيزية وبعدين وبيعطيني شقة الله يزاك تسلم عليه هذه عمارة له وبعدين هذا الكلام إذا راح المقبرة العدل ليس بالعزيزية إذا راح المقبرة العدل هو معه من العمارتين شيء وحده وقف وحده لعياله ولا كلها للدنيا قال لا والله ما أوقف قل الله أحسن الله عزائك قبل موتك ثم صار بعضنا يغبط بعضا في الدنيا هذا فلان بن فلان اللي أبوه فلان وبعدين هذاك فلان عم محمد بن عبد الله وهو يسمى عبد العزة أبو لهب في النار ما أحد ينفعه نسبه ولا غيره لذلك الغفلة صار بعضنا يغبط بعضا في الفانية وينسى الآخرة لأن شغلنا بالدنيا بعضنا لو تتكلم عن أنواع السيارات جلس ساعتين ما وقف أنواع الإبل تكلم ساعتين ما وقف السواء الثريات البويات بعضنا يشتغل عن الأحذية بل فنائل صراوي لتكلمون عنها هذا جيد وهذا مجيد وراحت أعمارهم في كلام لا يعني وكلام يثقلوا لا يثقل موازين الحسنات بل ربما هو إلى السيئات أقرب سببت الغفلة عن الله عدم الخلوة بالله تغلغ للدنيا ونسيان الآخرة ومنها أيضا أنها من أسباب عدم الخلوة بالله صار الحسد بدل الغبطة صار بعضنا يحسد بعضا فلان أعطي وفلان باع وفلان تزوج وفلان توظف وما علم المسكين أنه يغبطه على الفواني وما غبطه ما غبط نفسه على النعمة التي هو فيها أن ترى وغيرك أعمى مسلم وغيرك كافر وكلاك تعمل وغيرك فشل كلوي لماذا لا تغبط الناس على النعم التي عندك لكن الغفلة عن الخلوة برب العالمين تسبب أن التحاسد بيننا يكون في زهرة الدنيا الفانية والحبيب يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله المال والآخر آتاه الله القرآن هذا الغبطة الحسد الغبطة تتمنى مثل ما له لكن إذا نسينا الله وابتدأنا في سوالفنا دنيا وجوالاتنا دنيا وتواصينا دنيا يبدأ بعضنا يحسد الثاني على ما أعطى الله إياه غيره ومن مظاهرها يحدث قلة الخلطة بالله كثرة الخلطة بالناس وقلة الخلطة برب الناس تسبب قسوة القلب الذي ذكرناه فلا المواعظ تعي ما يحرك في قلب شيء تلاحظون أحبابي نسمع القرآن وأئم أصواتهم كالمزامير ويتغنون بالقرآن كما قال الحبيب ليس منا من لم يتغينا بالقرآن يتغنون بالقرآن أصوات وكلام جميل كلام الله ولو أنزل على الجبل لتصدع كتاب الهداية لماذا لا تدمع العيون والله إن القلوب لو فقهت سورة الفاتحة لبكت العيون من سورة الفاتحة قبل أن يقرأها عليك لأن الفاتحة أعظم دعاء لكن قسوة القلوب بكثرة معافسة الدنيا وخلطة أهلها ونسيان الخلوة بربي سبب هذه القسوة أعود بعد ذلك فأقول هناك خلوة جسدية وهناك خلوة قلبية أدعوك أولا إلى الخلوة القلبية والخلوة القلبية ما هي أن تخلي قلبك من كل شيء إلا الله ما سوى الله أخرجه من قلبك كل حب كل حب إلا حب الله أخرج ذاك الحب من قلبك كل خوف إلا الخوف من الله أخرجه من قلبك كل رجاء إلا فيما عند الله أخرجه من قلبك كل توكل إياك تتوكل على الخلق إلا ما توكلت به على الله الاستعانة لماذا أقول أخرج أخرج وأخلي قلبك الخلوة بالله ببدنك وقلبك مشغول بغير الله ما تنفعك الخلوة ولذلك بعض المعتكفين كان شغال بالجوال ولا لا نفعته احتكافه في رمضان وابدا لو جالس في مطعم زيل لأنه جالس لربما ليس معنا ليس في غيبوبة شعورية بالدنيا واتصالاته نكت لكن كيف يستطيع أن يخلو المعتكف بالله إذا أخرج ما سوى الله أن يكون الله أحب إليك مما سواهما هذه التي قال الحبيب ثلاث من كن به ذاق حلاوة الإيمان هذه حلاوة الإيمان منها لحلاوة المناجأة حلاوة أنك ترفع يديك ما تريد أن تخفضها إذا سجد الإيمام تتمنى أن لو سبح سبحان ربي الأعلى سبعا لماذا لا نقول للأيمة زيدوا في سجودكم وأطيلوا في ركوعكم وأطيلوا في قيامكم ومتعونا بالقيام بين يدي رب العالمين أليس الله يقول وقوموا لله قانتين نريد أن نكون قانتين بين يدي الله وقفنا في البنوك وقفنا عند التميس وقفنا عند الفول وقفنا في الصيدليات وقفنا عند طالت انتظار عند الإشارات ولا لا نصف ساعة ساعة لربع يوم أتينا أمام الله نقرناها لأننا لا نتلذذ بمناجاته إذن الخلوة القلبية مقدمة على الخلوة الجسدية والخلوة القلبية أن تخرج ما سوى الله فلا يبقى في القلب إلا الله حتى إذا خلوت بجسدك مع الله كانت المناجات أعظم لذة ذقتها في الحياة لماذا أحبابي لماذا قيام الليل دأب الصالحين لماذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يعني حتى بعد في السحر ما ينام انتهى قيام الليل يبدأ يستغفر إلى أذان الفجر وبالأسحار هم يستغفرون لماذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لماذا أول التنزيل على محمد بن عبد الله من أوائل ما أنزل يا أيها المزمل قم 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 الليل إلا قليلا والسورة قبلها يا أيها المدثر قم فأنذر قم لماذا قم لأن قيامك أمام الله أكبر عون لك للأمن من الفزع يوم أن يقوم الناس لرب العالمين وسنقوم وستقوم الأشهاد وستأتي الأمم جاثية ويقوم الناس لرب العالمين أسعد الناس في ذاك الموقف من كان الله عظيما في قلبه ما تلاحظون أحباب المؤذن قبل المؤذن إذا دعان للقاء الله يدعونا بأربع كلمات جميلات الله أكبر وإذا أردنا أن ننتقل في الصلوات أول ما ندخل الصلاة الله أكبر أسألك بالله الله أكبر في قلبك اللي خل الصلاة ندور المفاتيح الضائعة فيها ونفكر في هواجيسنا ومواعيدنا وطعامنا وشرابنا ولا ندري الإمام أصلى ستاً أم خمساً أم أربع وأخطأ أو لم يصب ويجعل بعضنا بعضنا كلنا لا نرضى أن تكون صلاة المغرب هذه آخر صلاة لنا لأن تحقيقنا الله أكبر لم يكن حقيقياً في قلوب بعض عباد الله يقول الله أكبر وهو ينظر إلى السقف أو إلى الفرشة أو إلى الجوال أو إلى ساعته أو لا يدري ما قال الإمام كيف الله أكبر لذلك أحبابي حتى تخلوا بالله أخل قلبك من كل ما في قلبك وأدخل فيه عظمة العظيم التوحيد النقي الصادق الذي لا يخالطه شك ولا شرك حتى إذا اطمأن قلبك به جل وعلا ذقت اللذة العظيمة وأنت تناجيه بعد ذلك أنتقلوا وإياكم إلى ما المواطن التي يخلو العبد فيها وذكرت في السنة في حياة العبد في اليوم والليلة أوقات أنا أدعو نفسي أحبابي وأدعوكم إلى أن نعاهد الله من هذا اليوم أن نخلو به لنناجيه لا يشغلنا جوال ما يشغلنا أبناء ما يشغلنا أحد قط إنك مع الله تتصل به فإذا أردت أن يكون اتصالك كامل فإياك أن يقطعها اتصال المخلوق اتصل بالله ولذلك أحبابي لو واحد يتصل في الشبكة والأصوات تختلط تفهم وشي يقول هذا يقول روحي وهذا يقول تعالوا وهذا يقول مات وهذا يقول حياة ما تقول أصبر أتصل عليك إذا صفى الخط فيه التباس وأصوات هذه قلوبنا فيها نوازع عديدة ونريد نتصل بالله هذه النوازع العديدة أخرجت لنا لذة مناجات الله جل وعلا والشوق للقائه أول أيها الأحباب وقت وقد ذكرته من أعظم أوقات العمر وهو يمر على العبد كل ليلة هو وقت النزول الإلهي وقت تجل الجليل جل وعلا عندما ينزل جل وعلا نزولا يليق به وبعظيم سلطانه ينزل إلى السماء الدنيا فيعرض المغفرة والجنة الله أكبر وبعض عباد الله نائم وبعض العباد الله الأيام هذه مستيقظ لكن كره الله بعاتهم فتبطهم ما يستطيع يقف أمام الله والله فاضي والله من بعضنا ما ينوم هذا وقت التجل هذا وقت نزول رب العالمين لماذا لا تتوضى وتصلي ركعة ثلاث خمس سبع تسع أحد عشر لماذا ليس الأمر سهل اللي جعلني وأمتالي ما نصلي انشغال قلوبنا بما كنا نسهر به قنوات معافسات ملاحنات بل بعضهم مشغول عن لقاء الله والخلوة بالله في جوف الليل بالبلوث والله يلعب ورق وبعضهم بالريموت وبعضهم يتابع الأخبار اللي هو أحد أسباب انتكاسة الأمة هو ويسعبع الأخبار لا دعا لمسكين ولا نصر جائعا بل كان يتفرج على جراح العالم أما لو وقف بين يدي الله لعاش لذة لذة لا يعقبها لذة ولذلك تلاحظ بعض الناس فيه المرض في السكر في ضغط في أمراض لكن وجهه كأنما الشمس تجري فيها نور كساه الله من نوره يوم أنخلوا بربهم ولذلك جوف الليل المحروم أحد أئمة السلف قالوا فلان لا يوتر قال رجل سوء وكان بعضهم يقولون إنه لا تقبل شهادة من لا يقوم الليل الله المستعان كان سكرت المعكمة إلا من رحم الله وكثير ما هم إن شاء الله مهم قليل لكن يا أخوة أحبابي الخلوة بالله معناها أنك مستاق للقائه وكان من دعاء الحبيب والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة كيف يشتاقه في الدنيا لا يلتقي به كيف يشتاق وهو في جوف الليل لا يخلو به كيف يشتاق وهو لا يناجيه ولا يتلذذ بدعائه المستاق والذي يخلو بالله يتلذذ بالدعاء ما الذي سبب أزيز صدر الحبيب من البكاء رجل عبد لله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتقول عائشة ويقول الصحابة إذا قام الحبيب تفطرت قدماه وإن لصدر الحبيب أزيز كأزيز المرجل من البكاء ما الذي يدمع عينه وقض من الجنة ما الذي يدمع عينه وقض منه حتى لو أخطأ أن الله قد عفاه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لماذا يبكي إنها دموع الشوق للقاء الله دموع الشكر لفضل الله ومنة الله أنا وانت لا مغفور لنا لا ما تقدم ولا ما تأخر إلا برحمة أرحم الراحمين فلماذا لا نخلو برب فنبكي ونحن والله أحق بالبكاء من غيرنا علّى الله أن يرانا قد خلونا به لأنه فيستحيي منا الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده ما له صفرا الله أكبر هو الخلاق هو صاحب المنة هو الذي لو زحزحنا من النار برحمته لكفى نعيما كيف وقد يزحزحك فيدخلك الجنة أي نعمة بعد ذلك أعمالنا لا تنجينا من النار ومن كرمه أن يغفر فيخرجنا من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما فوزنا إلا من رحمته وفضله وإلا فوالله لا نستحق لذلك لماذا لا تخلو به والعمر قصير ليالي تمر على العبد اسمعها مني وأنا أدعو نفسي لا أدعوكم فقط أدعو نفسي أيضا المقصرة والله إن ليلة لا نقوم في جوفها ولو بركعة ليلة سنبكيها يوم أن نلقى الله ستضيع عليك ومن قام ليلة ادخرها ومن صام يوما ادخره في يوم يشيب فيهم وبالشيبان يشيب فيه الولدان ولذلك أحبابي الله الله في الخلوة بالله وأن يهدأ الناس جوا في الليل سكن سكن وللمناجين لرب العالمين أسرار مع الجليل جل وعلا وإنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب لماذا يصابون بتلبس الجان لماذا لا يصابون بالعين لماذا رزقهم في يسر لماذا حياتهم في مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة عليك بجوف الليل وابدأ بالتدرب عليه التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء لك أن توتر ثم بعد ذلك قبيل النوم توتر ثم بعد ذلك تستيقظ قبيل الفجر بقليل وبعدها قبيل الفجر بساعة ثم بعد ذلك والله لتألفن قيام الليل حتى ترى أنت أن صباح اليوم الثاني طبعاً أهل قيام الليل هل نحثهم على صلاة الفجر؟ ما يحتاج صاحب قيام الليل صاحب صلاة الفجر صاحب القرآن المشهود لكن الذي لم يقوم الليل ولذلك السلف الصالح كانوا يقومون الليل ولذلك لا يدعون لصلاة الفجر أتقل الصلاة على المنافقين ماذا في عهدي صلى الله عليه وسلم؟ مهم صلاة الفجر ترى لا كل الناس حتى المنافقين يقومون لأنهم إذا طلع الشمس قاموا إذا طلع نور الفجر قاموا أثقلها صلاة العشاء صلاة العشاء وصلاة الفجر لكن صلاة العشاء ينامون لأنهم يعملون النهار والصالحون ديدنهم قبل الفجر أن يستيقظوا سرج موقدة وبعضهم في صوت كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم بيوت إخواني من الأشعريين قبائل من اليمن أتت إلى الحبيب في المدينة فلم تجد مكاناً وهم الأشعريين ومنهم أبو موسى وغيره كانوا ينام في بيوت ضعيفة ومن العشاش ومن الأعواد فقراء كان الحبيب في جوف الليل لا يوجد عندهم سرج كيف كان يعرف بيوتهم في ظلمة الليل؟ بدوي القرآن بصوت القرآن ونشيج من يقرأ فيبكي الله أكبر هذا الموقف الأول الثاني من المواقف ومن الأوقات التي يخلو الأوقات المكانية والجسمانية التي يخلو الإنسان بربه فيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح قام الليل صلى الفجر ما طابت نفسه أن تخرج من بيت الله حتى ترتفع الشمس ليستقبل اليوم الجديد وهو في ذمة الله وفي الخلوة مع الله آخر الليل وسحره كان مع الله لا يعلم إلا الله فلما صلى الفجر مع المسلمين وقرآن الفجر كان مشهود الملائكة تجهده ما طابت نفسه حتى ترتفع الشمس وقد خلى بربه فيصلي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يصلي ركعتين هي من الصلاة الضحى وبعضها للعلم يسميها الإشراق واختلف العلماء في الحديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس قدر رمح ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة 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 خلاف بين أهل العلم في صحة الحديث والصحيح والله أعلم أن الحديث حسن وأنه حجة وأنه من أجمل أوقات الخلوة بالله رب العالمين جرب أسبوعين ثلاثة لا تخرجن من المسجد بعد الفجر ومعظمنا يطلع بعد الفجر أما خروجك لبعد الفجر لإيقاظ الأبناء لا حرج أما إذا كان ما عندك أحد توقظه أو أنه مستيقظه فذق لذة المناجات بتسبيح العلام الغيوب بتلاوة كلامه هذا الوقت ساعة قريبا من ساعة هي زهرة اليوم في نهاره وجوف الليل آخره كانت زهرة الليل وطوبى للمناجين لرب العالمين ومنها أيضا ساعة الجمعة وكان من ديدن السلف الصالح عندما علموا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يذكر أن في الجمعة ساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد يصلي إلا أجيب دعاؤه أو كما قال عليه الصلاة والسلام طبعا ماذا معنى يصلي اختلف العلماء في هذه الساعة منهم من قال أنها بعد الفجر ومنهم من قال أنها عند سلام الإمام ومنهم من قال بين الخطبتين لكن القول الصحيح أو الراجح في ذلك أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من يوم الجمعة اللهم صلي على محمد هذه الساعة أعرف بعض مشائخنا هذه الأزمان الآن معنا يقول ابن من أبنائه أبي من أربعين عام من علمائنا من أربعين عام لم يترق قيام الليل ولم يخرج من المسجد إلا وقد ارتفعت الشمس ولم يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة صلاة العصر إلا بعد أن يصلي المغرب فيعود ما أجمل هذه الخلوات الثلاث والله أحباب ما يمنعنا عنها إلا العجز إلا الكسل إلا الشيطان إلا تثبيطه إلا الفانية إلا الغفلة وإلا من الذي يمنعك من أن تقف بين يدي الله نصف ساعة قبل الفجر وساعة بعد الفجر وساعة ونصف أو ساعتين في الأسبوع تخلو فتدعو لماذا قال؟ قال كيف يكون الإنسان بعد العصر يدعو قال يصلي هل المراد الصلاة؟ أنه يصلي نافلة أم المراد بالصلاة بعد صلاة العصر الدعاء الدعاء ولذلك قال بعض أهل العلم لا ينال فضل هذه الساعة إلا من صلى العصر وانتظرها إلى المغرب لأن من انتظر الصلاة فهو في صلاة لاحظ؟ ولكن هل أحبابي كثير على نفسك؟ يا من خلقك الله لعبادته تستكثر على نفسك ساعتين مع الله؟ والله لو اتصل عليك رجل من أهل الدنيا وقال تعال وابشرب عزك واللي تبيه بشربه لكن سولف معي ووسع صدري يومين تجلس يومين سولف معاه اتدور النكة اللي في الأرض كلها لعله يضحك ويرضى ولعله يسمع إليه ولا تتململ لأنك ترجو بعد جل جلوسك معه أن يعطيك من الدنيا مع أن خزائنها بيد الله رب العالمين أليس عندك دعوات؟ أليس عندك حاجات؟ أليس في عينك دمعات؟ أليس في صدرك حشرجات؟ أليس هناك لك طلب لرب الأرض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والآخرة؟ لذا أحبابي دعوة إلى ساعة الجمعة هذه أن لا تحرم نفسك وأن تتلذذ بها وأن تنتظرها أغلق الجوال صليت العصر جميل أن تجلس ولذلك لا يشرع أن تكون صائماً لك أن تأخذ طعاماً أن تشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه وصلاتنا معروضة عليه ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر أيهما الكاسب الذي خلى بالله أو الذي خلى بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا مسكين ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلى بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوسله أو خلى بمشاكل دنياه وحل جميع المشاكل بيد الله ألا تخلو من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء أيضا من أيها الأحباب من الأوقات التي يخلو العبد بها بربه أن يخصص أوقاتاً للتفكر في صفحة الكون صفحة الكون كيف؟ في السماء في الأرض في الجبال في الشمس في المطر وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إن في خلق السماوات والأرض قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون التفكر هنا عبادة حُبِّبت إليه عليه الصلاة والسلام وحُبِّبت إلى عباد الله المتقين أمثالكم أسأل الله ذلك لي ولكم الذين إذا بدأت القلوب في الوحشة والغان والران الغان والران على القلب جلوها بتسبيح العظيم ينظر في السماء هذه السماء بلا عمد ترونها هذه الجبال من نصبها هذه الإبل من خلقها هذا البدن من سواه هذا ذرات الكون من جمعها من الذي خلق كل شيء فأبدع كل شيء من الذي خضعت لملكوته السماوات والأرض من الذي سبحت له السماوات وأفلاك من الذي سبح له الأرض وسكانها إنه العلي إنه العظيم إنه الحي بعدها ستقول سبحانك ما خلقت هذا باطلاً أو ما خلقت هذا باطلاً سبحانك الطلب فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار ولذلك أحبابي من ساحات التفكر جميل الذي يحب البر الذي يحب البر يحب الصحراء بعضنا يحب الصحراء حتى يشب النار ويجيب المعاميل ويقلط المحماس ويدق النجر ويصلح القهوة ويشوي جميل هذا من متع الدنيا المباحة لكن أجمل ما في البر مهيب معاميلك ولا قدرك ولا دلتك الله اجزاك خير ولا العزبة اللي معك أجمل ما في البر هذه الأرض التي بسطها من نصب الجبال حولها ثم انظر الجبل هذا الجبل هل يستطيع أحد من الأرض لو اجتمع الكوكب كله ستة مليارات إنسان على كوكب الأرض الآن لو أرادوا أن يدفعوا جبلا من جبال مكة أهيستطيعون يعودون خاسئين منكسرين لماذا؟ لأن الجبل أعظم منه هذا الجبل اللي عاجز الخلق أن يدفعوه إلا بالديناميت وبالبوكلينات وحفر السنين حتى يزيلوه قال الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل سبحان الله سبحان الله سبحان القوي سبحان العظيم إذن من الخلوة بالله أن تخصص ساعات أيام تجلس فترات تخلو بنفسك فتتفكر في صفحة الكون ويزداد العبد بالتفكر هذا والله يزداد إيمانا أحدهم دخل المستشفى فرأى جهاز غسيل الكلة أو الكلة فرآه جهازاً دالوبي وإذا بالدم يخرج منه من المريض فيمر عبر مراحل لفلترته ثم رأى صورةً في غرفة الغسيل للكلية كلية تستطيع أن تضعها في يدك وتطبق عليها قال هذه الكلية هذا الجهاز لا يعمل إلا أربعين في المئة من عمل الكلية وأنا أشرب وأكل وأتمتع بالحياة وتقوم هذا الفلتر في بدني بتنقية دمي ولو لم ينقل مت سبحان من أحسن كل شيء خلقه يدعوك التفكر إلى أن ترى الكون كله فتسبح من خلقه تسبح من خلقه بعضنا يقول سبحان الله كيف فتحوا النفق الذي دلهم هو الله أنت سبح اللي فتح النفق طيب الجبل المفتوح هذا قبل قبل ما يفتحونه من الذي نصبه من الذي علم الإنسان ما لم يعلم من الذي هداه لهذا إنه الله إذن التسبيح الحق التسبيح الحق عند نظر الكون التسبيح الحق لله رب العالمين انظر إلى النطفة الماء المهين يخرج من الرجل لذة وتخرج من المرأة كرها تسعة أشهر عمليات عمليات طويلة في علم الأجنة أحد علماء الأجنة اسمه مور رجل في عام 1402 أتى في مؤتمر للأجنة كان رجل حياته واحد ثلاثين سنة يتابع مراحل الجنين فلما اجتمع مع المنظرين ومع علماء الأجنة قال اكتشفت أن الجنين إذا خرج من صلب أبيه وقذف في الرحم ومر عبر قاناة فالوب أتى والتصق بالجدار أتت البويضة وتتلقح ثم قتل ما سواها من الحيوانات ثم بعد ذلك يكون كأنه لحمة قد مضغت ثم يعلق في جداء وبدأ يوصف الوصف القرآني لكنه ما كان مسلما فلما انتهى من الوصف قام أحد علماء الإسلام قال هذا يا مور نعرفه من ألف وأربعمائة سنة وسنتين أيضا يعني عام ألف أربعمائة وثنين ألف وتسعمائة وثنين وثمانين ميلاديا قال نعرفه قبل هذا وانت شغال ثلاثين سنة ما عسى ألفنا كان علمناك ما يحتاج العمر هذا قال ومن أخبركم قال نبينا قال هل كان نبيكم يستخدم المكريسكوب قال لا ما في مكريسكوب هذا وحي علمه شديد القوى أوحى إليه رب الأرباب ونبينا لا ينطق عن الهوى فشريح له أتعجبون أن مور الآن مسلم وقد مات أسلم لما تفكر في الأجنة طيب أنه لماذا لن نتفكر في الأجنة ونحن من الموحدين نحن أهل التوحي ونؤمن بذلك طفلك اللي معك الآن هذا السنة الجاية قد كبر من الذي جعله يخرج من حجر أمه ليجلس فيحبو فيمشي فينبت له لماذا الطفل يخرج من رحم أمه من اللي علم الطفل الرضاعة هل يوجد معه في بطن أمه كتالوج إذا خرجت فإن ثديها هذا طريق الحياة وأنك إذا ورأيته امتص فإن بدون الامتصاص والامتصاص يشغل ثلاثين غده لأنه يمتص حليبها من الذي علم الصغير أن المصة لهذا الثدي هو الذي يبقه حي وأن الرحمة في قلب هذه الأمه لماذا يطمئنه إذا ضمته من الذي علمه؟ ثم إذا كبر قليل يوريثك الخلوة مع الله من الذي أرشدهم؟ هذا العقل هذا العقل اللي صنعوا به الآيباد والآيفون واللابتوب بعضهم ما دلهوا إلى الله فأحمد الله أن الله دلك إليه بعض اللي صنعوا أدق الصنعات ما عندهم توحيد ولا عندهم توحيد رب العبيد أنت أفضل من ملء الأرض منهم بتوحيدك لأنك تعرف الله إذن من أبواب ومن مواطن ومن مواطن الخلوة أن يتفكر العبد في خلقه وفي أنفسكم وأيضا يتفكر في الكون كله فهو صفحة قم فتحت له فإن ذلك يعينه بإذن الله على تسبيح خالقه جل وعلا ومنها أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة أحبابي الآن أنتم من منا ما عند الشغل؟ أنت الآن لو لم يكن في محاضرة عندك شغل بل أنت الآن حاضر المحاضرة عندك شغل لماذا قدمت الحضور هنا عن الذهاب لعملك؟ لأن الله استفاك لأن تكون مع قوم يباهي بهم في السماء جل وعلا الله أكبر ولربما هديتك وجائزتك أن تخرج الآن وقد غفر ساعر ذنبك وباهى ربك بك وحفتك الملائكة وغشيتك الرحمة ولو كنت ما تبغى المحاضرة لكن جلست ما عندك شغل لكنك خلوت بالله جلست في أرض ذكر ورتعت في رياض الجنة أحبابي الجلوس من الصلاة إلى الصلاة هذه كانت ديدن الصالحين يقول في الحديث أنس وغيره كانت رؤوسنا تخفق يعني إذا صلينا ننتظر العشاء فنجلس ننتظره وكانوا يعملون النهار وينامون الليل ولذلك هم سعداء وأن الآن نقوم الليل ونام النهار ولذلك نحن بعضنا أشقياء أعود إلى الصحابة كانوا يريدون النوم ثقيلة صلاة العشاء ثقيلة عليهم لأنهم يريدون النوم فكانت رؤوسنا تخفق ما يعودون لرحالهم إذا صلوا المغرب لا يعودون لبيوتهم خوفا من النوم والرؤوس تخفق حتى يخرج الحبيب رحمة بهم فيصلي ويقول إنه وقتها يعني لو أخرتها أيضا إلى نصف الليل فهو وقتها لكنه يخشى عليهم ويشفق عليهم بأبيه وأمه الشاهد أنهم ينتظرون الصلاة ما أجمل أن يجلس العبد متكع على هذه الأرائك الجميلة المساجد المكيفة الأعمدة الجميلة والسواري الجميلة يذكر الله يسبح الله يقرأ يجعل له يوم يومين في الأسبوع يجلس ينتظر الصلاة وهذا هو الرباط كما قال عليه الصلاة والسلام خلوة ورباط تعطى أجر المرابطين نعم المرابط قائم على الحد يحمل الثغر وثغورنا اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وسدد رميهم وأنت يا من لست على الثغور رابط هنا قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط وفي أول الحديث ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط طيب أحبابي بعضنا أحبابي ينتظر واحد برة وبعضنا ينتظر انبارات تجي وبعضنا ينتظر بيعة تتم وبعضنا والله ما عنده لا هذا ولا ذاك طالع ما عنده شيء بيت الله جميل وجميل أن تصحم أبنائك الصغار في رحلة أسبوعية يوم يومين في المسجد الحرام في الجامع المبارك هذا وتجلس تستمع منهم قرآنا تقص عليهم قصة ما أجملها وتقول لي أبنائك هي ساعة يا أبنائي ساعة وعشر ساعة وخمس أحيانا تصير ساعة ما بين بعد الصلاة هذه الساعة نحن في صلاة ونحن الملائكة تستغفر لنا ونحن في خلوة مع الله إذا انتظار الصلوات فإنها من الخلوة مع الله رب العالمين أيضا من الخلوة بالله تلاوة القرآن أو الاستماع له بتدبر ليس الهذ تريد أن يخاطبك ربك يكلمك ربك تسمع نداء ربك تريد أن ترى رسائل من الله تقصدك أنت وتخصك أنت نعم القرآن رسائل الله إلى عباده وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أنت المقصود أجمل الخلوات أن تجلس في ركن كسر بعيد في بيتك ولا في المسجد وتفتح المصحف بعد أن تستحضر بقلبك أن الله يخاطبك إما تستمع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تتنزل الرحمة أو تقرأه وكأن الله يخاطبك في أجمل أحباب بعضنا يسمع الشيلات والأناشيد والأغاني والقصص الأولين ويتلذذ بسوالف الأولين والآخرين التي لا تعنيه ولربما بعضها من نسج الخيال وبعضها معاصي وقعت في غابر الأزمان وبعضها أحبابي ليست إلى العقل ولا الفضيلة لكنه لا يريد أن يستمع لقصص القرآن ما أجمل أحبابي يوميا مع قيام الليل مع الانتظار للصلاة مع الجلوس بعد الفجر أن يكون لك ورد يومي يومي أن تخص الساعة ساعة وليست كثيرة عليك ما أقول كثيرا على الله أنت المحتاج ليس ربي أنت الذي بحاجة أن تخلو بربي ولذلك أحبابي هذه السويعات المنثورة في العمر وأنت مع الله وحده أحبابي في الحديث حديثي أبي أيوب عندما قال رسول الله سلم كم إني أدعو كم أجعل لك من صلاتي قال الربع قال حسن وإن شئت فزد قال الشطر نص قال الثلثين ثم قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يعني أرفع إيدي أصلي عليك عشر عشرين دقيقة خلاص قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك هذا الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العلماء لماذا كفى الله من صلى على محمد صلى عليه ما تعاقب الليل والنهار كفاه همه وأعطاه سؤله دون أن ينطق بها قال لأنه انشغل بالصلاة على من اصطفاه ربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام طيب إذا كنت جالس تقرأ كتاب ربك أتعتقد أن الله لا يحقق اللي في صدرك والهموم اللي تهمك ومرضك اللي أشغلك وأبنائك اللي تريد صلاحهم ودينك الذي أقلقك ألا يا أيها الخالي بربك يا من خلوت بربك أتعتقد وهو العليم بذات الصدور الذي يعلم ما تكن صدوركم وهو جل وعلا يعلم ما توسوس به الصدور أتعتقد أن يترك لك هم إلا أزاله وضيق إلا فرجه كن مع الله أحبابي باختصار كل آمالنا كل أمنياتنا كل ما نريد مفاتيحه بيد الله فكونوا مع الله كن مع الله يكون معك وإذا كلأك بعينه ورعاك جل وعلا والله لو كادتك السماوات والأرض لا يصلون إليه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت أليس هذا من دعائنا بعد كل صلاة بلى ولذلك أنا أدعو الخلوة بالله إذن في التلاوة القرآن المحتسب يحتسب الإنسان أو في سماعه وبعضنا يسمع القرآن ولا يستمع إليه يتسمعه لكن لا يسمعه سماعا مقصودا ولذلك لا يحصل له الخلوة ولا يحصل له التدبر ولربما ما تنزلت عليه الرحمة لأنه ما استمع القرآن كما قال الحبيب اقرأ يا ابن أم عبد علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري استمع القرآن من غيرك فترحم أو يقرأه متدبرا فلعل الله جل وعلا أن يشملك بعفوه وبرحمته أيضا من مواطن الخلوة بالله الاعتكاف والاعتكاف معاشر الأحباب ذاق لذته بعض الصائمين وبعضهم والله إليه